على قد ما البيبي الجديد بيبقى مصدر سعادة ورزق للبيت على قد ما بيبقى مصدر قلق وتوتر للاخ او للاخوات الكبار في الفيديو ده هنقول لكم ازاي نهاية الطفل الكبير نفسيا لاستقبال بيبي جديد على ثلاث مراحل قبل الولادة يوم الولادة وبعد الولادة قبل الولادة اول حاجة لما نيجي نقول للطفل على خبر الحمل يفضل ان احنا نأخره في التلت الاخير من الحمل بشرط ان هو ما يعرفوش من برا او يشوفنا بنتكلم مع عيلتنا او اصحابنا على الحمل وهو اخر من يعلم تاني حاجة الاب بيبقى ليه دور كبير جدا في فترة الحمل ان هو يقرب من الطفل يبدأ يساعده يقضي معاه وقت خاص كبير ويفضل كمان انكم تعلموا الطفل يعتمد على نفسه بصورة كبيرة في فترة الحمل تلاتة نبدأ بقى نحفي قصص وحواديت عن الاخوات وعن علاقتهم وبعض نفرج الطفل على صور وهو صغير وازاي كبر ونفهموا ان البيبي اللي جاي ده هيبقى عامل زيه بالظبط وكمان نشارك الطفل في كل تحضيرات البيبي الجديدة في القوضة بتاعته وحتى في اختيار اسمه المهم ان الطفل الكبير يحس انه هو الشريك الاجبر في الحدث ده يوم الولادة بقى يفضل ان الطفل ما يحضرش الولادة مع الام في المستشفى وما يشوفهاش وهي في الام الولادة او بعد ما بتطلع من العمليات نفهمه بالظبط ايه اللي هيحصل في اليوم وهنتقابل امتى تاني ونكون سايبين وعند ناس مرتاح معهم ومتعود عليهم بعد الولادة بقى نوصي اهلنا وصحابنا اللي بيجوا يبركوننا على البيبي الجديد ان هما دايما يبركوا للاخوات الكبار ان هما بقوا فضع جديد وان هما بقوا اخوات كبار ويا سلامنا وجبنا شوية هدايا صغيرة كده لما يجوا يقدموا للبيبي الجديد هدية او يقدموا للام هدية نطلب منهم ان هما كمان يقدموا للاخوات الكبار علشان بقى الاخ او الاخت الكبير تاني حاجة الام تحاول تشرك الطفل على قد ما تقدر معاها تطلب مساعدته تحسسه ان هي معتمدة عليه وما تنسيش الوقت الخاص لازم تقعودي مع الطفل لوحده كل يوم على القلق ربع ساعة على قد ما تقدر اخر حاجة لازم تبقي متوقعة ان هيحصل بعض التغييرات في سلوك الطفل او تراجع في بعض الحاجات اللي كان متعود عليها المهم ان احنا نقابل ده بهدوء جدا ونبقى عارفين انه طبيعي وهيتعدل بالهدافة